ورجعنا بعد الفاصل ومعنا فكرة انا سعيدة جدا انا بقدمها النهاردة لان معايا ضيف عزيز مش على قلبي انا بس على قلوب ناس كتيرة جدا مش بس كده ده قدر كمان يكتب باسمه حروف من ذهب معايا ومعاكم دكتور عادل عبد العيل خبير الاعشاب والطب البديل بنرحب بحدارك دكتور دكتور في البداية كده احنا كستات تتعبنا جدا من العمليات التجميل سواء البوتيكس والعمليات شفط الدهون عايزين نمسك جزء جزء في جسم الانسان ونبدأ نقول وصفة لتساقط الشعر مشكلة كبيرة جدا بتقارك الستات وصفة لتساقط الشعر هو طبعا لازم بيعارفين ان الشعر هو عنوان الجمال اي شعر احنا طبعا نفروض 200 شعر تقريبا بتسقط من رأس كل انسان كل يوم يعني وبيطلع مية غيرهم يعني ده يبقى معدل احنا المعدل الطبيعي جدا يعني تمام ولكن الشعر ده هو زي ما قلت لحضر لك عنوان الصحة والجمال كل شعر تسقط اكتر من المية شعر اللي هو المتوسط اليومي معناها كده في واحد من مجموعة عامل نمرة واحد ممكن نقص عنصر الزنك تمام اه فيتامين اي وده واحد من حاجات المهمة جدا جدا وده موجود في زيت الزيتون وزيت كد الحوت وزيت جانين القمح حاجات كثيرة جدا موجودة فيها فيتامين اي بالاضافة الفيتامين دي اللي هو التعارض بالشمس بس التعارض بالشمس فن برضو من وقت الشروق لحد يعني من بعد صلاة الفجر حد يعني نقول وقت محدد او قبل الغروب تمام يعني مش فائز الظهر نقص الحديد لوحده ممكن يعمل تساقط الشعر بدليل ان معظم الحوامل بيحسوا كتير جدا ان شعرهم بيتساقط او اذا اتكلمنا بس على الفيتامينات والمعادن ودول عناصر مهمة جدا عشان حاجة اسمها التوازن الخلوي الي بيحفظ على خلايا جسم الانسان في حالة من حالات التوازن في الماء يبقى ويجعلنا من الماء كل شي حالي الناس كتير جدا في الشتاء مبيشربوش مية كتير ويلاقوا شعرهم بيتساقط كتير برضو وناس متخيلا ان الحجاب يوقع عالشعر مع أن كل ما دفت فرقة الراس كل ما شعر زاد طوله أكثر لا زاد طوله وحملناه في نفس الوقت من التلوث عوضم السيارات والحاجات دي فالشرب والمية مهم جدا جدا نحن نتعلم نعمل ديتوكس في البيت مية وعلى شراح لمون وخيار وشوية زينجبيل صغيرين وده يبقى مشروب مفضل لأي حد حاوز بشرته تفضل شباب طول العمر يبقى لازم يعمل الديتوكس ده يوميا ثلاث كوبات على الأقل كل يوم قبل الأكل مباشرة ياخد ثلاث كوبات للديتوكس عشان ننظف جسمنا ونطرد الدكتور أستأذنك ناس كتير عارفت أن حضرتك معينا فمعنا اتصال تليفوني إيمان من الكاهرة ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي بص أنا عادي أشأل الأسئة للدكتور عن وقتها للإشرة إشرة كتير في الشعر إشرة الشعر حاضر الدكتور هيجاوب عليك دلوقتي حاضر شكرا إشرة الشعر طبعا في إيطاليا بيستخدموا وصفة بسيطة جدا للتخلص من إشرة الشعر نهائيا بيجيبوا ميا عادية وبيغلوها ويروح حطين عليها شرايح طوم رقيقة اللي ما عندوش حصية من الطوم يعني وبيحطوا عليها مغلباء دونس وبيشتوفوا في عفارة الرأس بعد أي دش بياخدوه طيب كم مرة في الأسبوع يا دكتور تعمل الوصفة دي؟ الشعر الدهني مفروض ثلاث مرات في الأسبوع في الأسبوع الشعر العادي مرتين في الأسبوع الشعر الجاف مرة واحدة بس في الأسبوع كافية طيب إحنا عايزين بقى نرجع الوصفة لتساقط الشعر لأن ستات كتير والبنات بيعينوا من مشكلة تساقط الشعر نعمل لهم إيه؟ في مجموعة زيوت ممكن الناس تعملها في البيت والزيوت دي مهمة جدا جدا لفرض الشعر من أكثر الزيوت أهمية في العالم كله أهم زيت على الإطلاق زيت الججوبة زيت الججوبة واحد من الزيوت بيسموها أويلي أو الواكسي أويل أو الزيوت اللي هي الواقي بتعمل كافر يعني ده زيت الججوبة واحد من الزيوت المهمة جدا زيت الأرجان واحد من الزيوت اللي ممكن نحطها في الخلطة بتاعتنا ممكن نحط معا شوية من زيت جز الهند زيت الصبار حاجة من الحاجات المهمة أوي أوي إذا عملنا الخلطة من الأربع أو خناس من كونات دول هيدوا نتائج غير عادية نستعملها إزاي دكتور؟ بندهم بيها فارقة الراس ونسيبها لمدة عشرين دقيقة على الأقل ونلف فوتة سخنة على الراس لمدة ربع ساعة وبعد كده نشطف الشعر بدون صبون وبدون شامبو وبدون أي حاجة يعني نستعملها كحمام زيت قبل ما ناخد شعر حمام زيت ده مهم جيب شرط ما نستخدمش شامبو بعديه يعني نخلي فارقة الراس تبدأ تتغذى بالزيوت ديه تمام ممكن الوصفة ديه نعملها حتى لو بنات صغيرة بيعينوا مثلا من تساقط الشعر؟ البنات الصغيرين دائما بنعزلهم نحن الزيوت اللطيفة من أهم الزيوت اللي ممكن تستخدم للبنات الصغيرين زي ما قلنا زيت الجوجوبة وزيت جوز الهند وزيت الجرجير ممكن نحط نسبة 5% من زيت الجرجير عليه هيفيد الشعر بفايدة كبيرة جدا دكتور النتيجة بتبدأ تظهر بعد قد إيه؟ يعني أبدأ ألاحظ على شعري بعد قد إيه؟ عادة الشعر بتاعنا بيان مصنط كل شهر خلال 3 شهور مفروض بيحصل نتيجة كويسة طبعا إحنا عندنا فيه جهاز زي الأورال كاميرا كده كاميرا بنبحث بها فروة الرس الكاميرا دي بتبين لنا لأول جدر الشعر إذا كان فيه قشر أو التهاب 90% من البنات اللي بيتسقط شعرها سواء صغيرين أو كبار وخصوصا في مرحلة المراقعة لما بيجي نفحص فروة الرأس بنلاقي دمامل صغيرة حبوب صغيرة طالع بفروة الرأس أي التهاب في فروة الرأس هيقدروا تسقط الشعر فورا لأن الشعر ده حاجة رقيقة جدا ومجرد ما يحصل التهاب ففروة الرأس حد بيهرش حد بيعمل شعره بعنف حد وهو بينشف شعره حتى بالفوطة بيفرك شعره حد بيسرح شعره الورا ويشده ويتربط جامد ده بيتخلي جدر الشعر يبقى تشد جاهز للتهاب باستمرار يعني أي حركة تشد عنيفة للشعر بتعمل التهاب في فروة الرأس وبالتالي تودي لتسقط الشعر نعتبر الشعر دي مجرد زرعة في الأرض الزرعة دي لو جذرها شمت الهواء بتموت على طول فاحنا بنقول ربط الشعر بقوة أو عمل دفاير شديدة في الشعر أو تدك الشعر بعنف حاجة من الحاجات اللي ممكن تخلي أي شعر يلتهب إذا التهبت فروة الرأس لازم الشعر يبدأ يتساقل عشان كده بننبه احنا لا تدع أي جزء في جسمك يلتهب وخصوصا فروة الرأس الناس اللي بيجي لها بقى ألام في القلون وفي المعدة وفي الأمعاء ولتاب في المعدة وقرحة في المعدة دول عرضة جدا لتساقط الشعر عشان كده بنقول دايما لطف جسمك من الداخل ألطف جسمك من الداخل إزاي؟ قبل ما أنام أخذ كبات زبادي طب عاوز أضعف قدرة الزبادي دي على مقاومة الأمراض وخليها برو بيوتك أضيف عليها معلقة خميرة وشوية عسل إزا عملت الخميرة بالعسل بالزبادي مش للشعر والبشرة بس ممكن أستخدمه موسك وممكن أكله إزا أكلنا بيعمل تلطيف للجهاز الهضمي وبيكتر البكتيريا المفيدة إحنا بنقول دايما أي حباية بتطلع في الوجه هي إشارة إن فيه في البطن حاجة مش كويس تعرض مش كويس يعني الناس اللي بتلعالها حباية هنا نقول له عندك الخلو مش كويس حباية هنا بقى القلب عنده مش كويس فأي التهاب بيحصل في أي جزء من أجزاء الجسم الداخلية بيظهر على البشرة عشان كده كان عاملين جياز إحنا اسمه الفيس دياجنوزز زي الأورال كاملة كده بنفحص به البشرة كل اللي بقى عصودة في البشرة بتدل على عطل في الجسم يعني مثلاً الستات فترة الحمل اللي لقى الحكتة دي كلها سودت معنى كده إن الكابد عندها نتيجة إفرازات البيبي متحمل إفرازات كتيرة جداً وبيسود عشان كده بناخد نقول للناس الصبح على طول ناخد معلقة كوركم على كوباية حليب نسخنه ونشرب كوباية الكوركم بالحليب بارد نسيه لما يبرد ونشربه ويبقى أنا دلوقتي خدت أنت بيوتك والغريبة إن الكوركم بيدوب في الحليب بشكل كويس قوي يعني فيه ناس بتدوب الكوركم في مية وما بيدوبمش نتيجة من المشروبات اللي موجودة في الإمارات مشروبات الضيافة العادية الكوركم مع الزنجبيل مع الحليب بتاع الجمال وده مشروب رائع جداً عشان كده هتلاقي الستات في الإمارات شعراها كثير جداً جداً وسميك وقوب يلمع باستمرار يعني طيب دكتور الوصفة ديت ملهاش أي أعراض لو حد مثلاً عنده سكر عنده ضغط ملهاش أي أعراض عليه؟ هو بالعكس الكوركم مع الحليب الكوركم وحليب الجمال مع الزنجبيل من الحاجات المفيدة جداً جداً حتى المريض الضغط حتى للناس اللي عندها سكر حتى للناس اللي عندها التهابات في أجزاء معينة من الجسم فإحنا بنقول الأصفة دي الشعب الإمارات كله شغال عليها من خمسين سنة لحد النهاردة ويتلاقي الناس ما شاء الله تبارك الله صحته بزي الحديد تمام معانا تصال تليفون هي أم محمدي من فايوم ألو؟ ألو؟ طيب دكتور هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل بها حلقاً طيب دكتور هنطلع فاصل سريع ووقعت وقمت وامبارح دلوقت هنا قلبي من جوة ده اللي بيديني القوة في طريقي مشيت وعديني سابت من هنا قررت بعد ما فكرت أمشي عالزعب وعرفت أنا لما كبرت إن اللي تفكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة وقاديك عالزعب اقدرت واللي زمن ضحكو عالو تسوفهم بالوقت بيدارو تسوفهم ورحنو علي ترسارو تسوفهم أنا ابن مصر أنا بيت الجزء أنا رفع رأسي تملي الفوت طول العمر أنا ابني مصر قلبي مصر مقدرش يععيش أبدا اليومي وأنا حر شفت يا زمان ومواقب ملاشات بس الصدمة بتقوي ومش بتهت شفت يا زمان ومواقب ملاشات ولسه مكملين مع دكتور عيد العبد العيد دكتور عيد العيزين بنتكلم عن السمنة إحنا كشعب مصري معروف إن إحنا بنعاني من السمنة عايزين وصفة للسمنة يعني للتخسيس يعني للتخسيس أيوة التخسيس عملية بسيطة جدا جدا إذا الناس فهمت إزاي تاكل إحنا أكتر شعب في العالم في الدنيا دي كلها على وجه الأرض بيأكل خبز يعني في ناس من تضرب لها رغيتين ثلاثة في الواجبة في الفطار وفي العشا في كل واجبة إحنا بنقول دايما الخبز ملك زيادة الوزن يعني إحنا لو حبينا نتخن أي حد بنعمله فتة فتة لما نيجي نتخن يمكن مشايخنا وقراءنا الجمال تلاقي الشيخ رفع كده بعد شوية من العزام بتاعة الفتة والكلام ده تلاقيه يدخن ابتدى يدخن جدا 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 تمام ودي أحد الوسائل اللي استخدمناه لرفع الوزن يعني خلينا البنات الرفيعة تدخن بيها نعم تريه الفتة العيش لوحده الخبز لوحده أفضل وسيلة لرفع الوزن يعني لو حد عنده حد رفيع يعملوا الفتة دي وهيلاقي وزنه بيزيد جدا فأول حاجة بترفع الوزن الخبز الماكارونا الشعرية النودلز تخيال انت طبق شعرية بسيط كده للناس بتاخده شربة الشعرية وشربة النودلز وشربة الشربة بتاعة الماكارونا الشربي رديل وفيعة دي طبق واحد منها واحد يساوي حلة محشي حلة محشي طب نقول بقى ايه للمحشي نفسه حضرتك كنت بتقول المحشي ممكن ما بيتخنش انا بقول الكلام ده انا عامل رجيم اسمه رجيم المحشي طب ده كده الستات هتجري على المحشي يا دكتور الناس بتنزل اتنين كيلو فيه اسبوعيا بدون جوع يعني ممكن يفطروا محشي وتغدوا محشي ويتعاشوا محشي المحشي ده انا بسميه عبقرية المصري لما نشوف بقول الكلام ده كتير قبل كده ورقة الكرومب بتلاف تلات اربعة لفات ورقة العنب برضو نفس الكلام والعنب ورقة العنب والكرومب من الحاجات اللي هي بتفضل في البطن فترة طويلة جدا عشان تتهدم من الاغذية المالئة المشبعة بعدين خلطة المحشي شابت وبعدونس وكسبرة وشوية فلفل اسود البهارات العديد اذا ضفنا على الخلقة دي فقط ارفة وقرنفل معلقة ارفة وقرنفل وضفها على خلقة المحشي هيبقى برنامج مثالي جدا للتخسيس مشارط ان انا ما اخدشي اعيش معاه يعني امتنع عن العيش الفترة اللي انا بعمل فارجة ما امتنع عن مكانات برضو طيب دكتور المحشي الستات كده هتفهم انت اكل كمية عادية براحتها عادي خلاص من المحشي اكل الكمية اللي انا عايزيها كله على مسئوليتي طب يعني انطلق بس المسيحة الوحيدة ان نضيف معلقة ارفة وقرنفل في التدبيلة بتاعته مع الشطة الفلفل اسود والكمون كل ما كانت التوابل فيه اكتر كل ما معدلات الحرة اكتر هنا السر الاعظم في التخسيس التوابل توابل الفلفل اسود الشطة الكمون كل دي وسائل تخسيس ووسائل حماية للجسم من الأمراض لما حاتش بسوت كان بتبعت الصومال وأسيوبيا وبلابونت تستورد كان بستورد توابل مهرات وده تلاقي نفرتيتي وحاتش بسوت وفرعنا كلها أجسامة كده إحنا أعملنا استخدام التوابل في الأكل عدم استخدام التوابل واحد من الحاجات اللي بتخلي الناس تدخن جدا أنت عارفة أن الشرطة لوحدها واحدة من عامل التخسيس بتحرق بتحرق طبعا كمية صغيرة مش لازم أزود لأن أي شيء إن كل شيء حلقناه مقدر لو ربع جرام حطيته على الأكلة الديني تأثير عشر جرام فدايما كلما كانت كمية صغيرة كلما كانت تأثيرها أفضل إلا الكمون إلا الكمون الكمون لأنه ده طرد الغازات والانتفاخات وملطف للجهاز الهضمي أنا عاوز الجهاز الهضمي دايما يبقى مرتاح عاوز ما فيش فيه التهابات الكمون إحنا فاكرين زمان لما كان طفل صغير يبكي كانت أمه تغلي شوية كمون وتدهم له أو تغلي شوية يالسل وتدهم له كراوية شوية شمر المشروبات الملطفة والمهدئة دي كلها واحدة من الحاجات اللي بنحطها في خلطات التخسيس إذا حد عاوز يعمل خلط التخسيس في البيت ومش عاوز يعمل محشو ولا يعمل مش عارف إيه يجيب الشمر والينسون والشبت ويروح طحانهم مع بعض وعملهم زي مشروب كده ويحط على ملمونة متقطعة شرايح ويغطيها ربع ساعة ويسيبها لما تبرد ويشرقها بالفترة بالغداء بالعشاء حيلي نفسه نازل اتنين كيلو دهن في مدة قدقية دكتور يعني مدة قدقية يبدأ جسمه ينزل الاتنين كيلو دهن من أول أسبوع من أول أسبوع النقطة الخطيرة في عملية التخسيس تجنب الإمساك أخطر شيء على الإنسان هو الإمساك الإمساك ده أنا بعتبره العدو الأول لأي إنسان العدو الأول للجمال للشعر للبشرة الإمساك هو المرض العظيم جدا اللي بيسبب أمراض أعظم منه بكثير فإحنا بنقول دايما كل ما الناس الماكنة بتاعتها شغالة وكل ما أخرجها منتظم طبيعي يبقى هنا سهل جدا إن إحنا نخسسه طب لو عنده إمساك يبقى لازم نخلي بطنه تيمشي في حاجات كثيرة جدا ممكن تخلي بطن الشخص يمشي الخضروات زي مثلا سبع حبات تين أو تلات حبات تين كل يوم الصبح مع علاقة زيت زيتون ناخدهم من الحاجات الجميلة الناس تاكل كوسة تاكل قلقاس ملوخية الحاجات الملينة عملكة أي حاجة بتلين البط حاجة جميلة جدا جدا طيب دكتور أو حتى المنقوع البامية لما نقطع البامية نقطع البامية وبتحطيها بتعمل زي الجيل زي الجيلاتين ده إحنا بنعتبره جلوكوزابين طبيعي يعني فيه ناس مساحات في العالم بتعالج بمنقوع البامية ده اللي بيعمل زي الجيلاتين ده وبيعملوا بمسكات للبشرة وبيعملوا بالإيدين حاجة من الحياة الجميلة جدا جدا للحفاظ على كلاجين الجسم كل الحاجات اللي بتعمل مواد زي الجيلاتين كده زي الكوارع مثلا يعني الناس كتيرة جدا تقول أنا أكلش كوارع لإني ممكن وزني يزيد لو أنت مكلتش كوارع بشرتك تكرمش لأن الجيلاتين اللي في الكوارع مهم جدا جدا لزيادة الكولاجين في المفاصل وفي الركب وفي البشرة وحتى الحفاظ على الشعر لأن واحد من المكونات الرئيسية للشعر هو الكولاجين فإحنا بنها أهملنا الأكلات الشعبية بتاعتنا بتاع الزمان وده أنا بسميها عبقارية في المصر القديم وكل الشعوب في الهند وفي الصين هتلاقيهم لما تسافر الصين كده هتلاقيهم عاملين رجول الفراخ ورجول البط ورجول الوز أي حاجة فيها كولاجين طبيعي حطينها وبتتباعها كطبق من الأطباء الغالية جدا جدا كوكب أساسي عنده بشكرك يا دكتور وقتنا جيري وعايزين حضرتك التوعيد نفس سلسلة حلقات فعلا لأن إحنا محتاجين نرجع تاني للعلاج بالأعشاد إحنا عايزين نرجع للعلاج بالطبيعة نتعلم إزاي التنفس على فكرة أهم وسائل شحوب البشرة عدم التنفس الجيد منه التنفس العميق أم لصدري هوى كل يوم لمدة عشر دا في وقت الشروق في وقت الغروب واحد من حاجات اللي بتخلي الناس شباب على طول اتنفس صح طيب دكتور كمان أنا سمعت حضرتك عامل لطب الفرعوني أعيز حضرتك تكون معي في سلسلة حلقات ونتكلم معنا بصفة عامل طب الفرعوني دا سحر ما إحنا عايزين السحر دا يكون معنا إن شاء الله في سلسلة حلقات تتكلم معنا إن شاء الله بشكرك يا دكتور شكرا للقاء وبكده خلصت حلقاتنا النهاردة السنوني الأسبوع القادم في أحلى معاشري باي باي هنا سدقت حلمي وبدأت قالوا عني زمان موم بيضيع وقت لا يوم سلم ولا استسلم ووقعت وقمت وامبارح جلد الوات معاوات موسيقى باي